تحل علينا ذكرى الغزو الأمريكي السادسة عشرة والعراق يئن بجراحاته التي تتعمق عاما بعد عام ذاك الغزو الهمجي الذي شنته أمريكا بمساعدة حليفتها بريطانيا تحت درائع وحجج زائفة لا أساس لها من الصحة الحجة كانت جاهزة وتم الإعداد لها منذ أعوام سبقت عام الاحتلال في دوائر الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية والبريطانية تقارير كالبة تحوي معلومات مضللة عن امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل وتحذر من خطر العراق على العالم بأسره ومع ذلك فإن الأسباب الحقيقية لهذا الغزو لم تكن لتخفى على أحد وهي المطامع الأمريكية والبريطانية بثروة العراق النفطية الهائلة ناهيك عن دوافع الغزو الأخرى المرتبطة بعوامل سياسية وتاريخية وحضارية فترة الاحتلال الممتدة منذ العشرين من آذار عام 2003 حملت معها كما هائلا من المعاناة والأحزان والآلامين العراقيين خسائر بشرية قدرت بأكثر من مليون قتيل ومصاب وملايين مشردين وخسائر مادية كبيرة جدا تكبدها العراق ناهيك عن العنف الطائفي الذي ابتلي به العراقيون وبلغ دروته خلال عامي 2006 و2007 ولم ينتهي الحال عند خروج القوات الأمريكية من البلاد حيث بدأت الأمور تزداد سوءا خاصة مع تسلم مقاليد الحكم في العراق مجموعة من السياسيين المفترض أنهم عراقيون جاءوا خلف الدبابات الأمريكية فكانوا نقمة على العراق وسببا رئيسا من أسباب دماره ووسط كل هذه الفوضى تمكنت إيران بمساعدة هؤلاء السياسيين من بسط نفوذها على جميع مفاصل الدولة العراقية لتصبح اليوم هي من يأمر وينهي في الشأن العراقي وبعد انتهاء الاحتلال تكشفت الحقائق التي أظهرت زيف الدعاءات قوى الاحتلال ولعل تقرير جون شيلكوت رئيس رجلة التحقيق البريطانية في الحرب على العراق كان أحد الأدلة على ذلك فقد أكد التقرير أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أقنع نفسه بأن هناك أسلحة دمار شامل في العراق على الرغم من أن تقارير استخباراتية سرية حينها أثبتت أنه لا يوجد أي مبر ليقينه وذكر التقرير أن اتخاذ قرار الحرب في بريطانيا كان مستندا إلى أوهام روجها الأمريكيون حول امتلاك النظام السابق أسلحة دمار شامل تبين بعد ذلك أن لا أثر لوجودها كما روج الإعلام الغربي وخاصة الأمريكي طيلة سنوات الحصار المفروض على العراق وبعد كل هذه الأعوام وما وصل إليه العراق اليوم من ترد في الأوضاع على جميع الصعود يتجلب وضوحا للجميع أن استهداف العراقي واحتلاله لم يكن كما كان يشاع له من أجل الحفاظ على أمن المنطقة والعالم أو من أجل تخليص العراقيين من حكم الرئيس الراحل صدام حسين إنما الغاية الحقيقية من كل ذلك هو إعادة تشكيل المنطقة العربية بحسب ما تقتضيه المصالح الصهيونية والأمريكية وإدخالها في دوامة من الصراعات يدفع ثمنها العراقيون والعرب اليوم وقبل كل هذا وذاك إضعاف العراق وإنهاء دوره القومي العربي بعدما كان حامل بوابة الشرقية للوطن العربي أمام المطامع الفارسية التي تجلت واضحة بعد سنوات الغزو هذه